أحياناً أحياناً المواطن وأنا بعتبر برضو يعني الزميل إحنا كلنا مواطنين في الدولة فأحياناً المواطن بيتطمن لما يقول إيه طيب أنا موجود في الجدول حتى لو أنا حابق يعني عشرين اتنين وعشرين بس أنا موجود في الجدول أنا متطمن إحنا دايماً نقول على فلوس ما سبيرو يعني كلنا وإحنا إجيال على فكرة ما كناش بناخد الفلوس في معادها أبداً من زمان يعني فكنا دايماً نقول إيه فلوس ما سبيرو ما بتروحش يعني موجودة موجودة حناخدها فهل فيه نوع من أنواع الجدول حيقدروا يتطمنوا يعني أصحاب المعاشرات اللي احنا بنتكلم عليهم ما بعد 2018 دول حيتطمنوا نسان والجدول موجود واليات الصرف والتنظيم وكل شيء موجود مشكلة مالية اللي انت عندك القرار تصدر في 2014 حجم وقفل فمتداريش تطلعي من مخصص دولة لسنديق خاصة هي دي كانت المشكلة والعقبة القبر لكن فيما بعد دلوقتي تضافر جهود العاملين مع الصندوق والميزة اللي هم عايزينها دي حيبقى مقابلها مالية نسب مالية وإحنا بنساعد فيها اللي بيها نخليها بنفس النسب وبرضو أنا بطمنهم إحنا مش هنسيب ده إلا لما نوصل حيث الاطمئنان الكامل اللي احنا بنقوله للعاملين وتاخد نفس الميزة إن شاء الله بإذن الله وربنا يوفقنا فيها هو إجمال المستحقات حيوصل كام تقريبا؟ لأرقام كبيرة جدا أنت بتتكلمي السنة بـ 200 مليون يعني أنت بتتكلمي في 600 مليون في الثلاث سنين ده عشان عشان توفي توفي من 2019 لـ 22 أنت متخيلة حجم الأرقام والعامل الواحد ليه 150 شهر حجم الأرقام كبير ويخوف أنت حجم العاملين كتير جوا ما سبيره ومش دين مشكلة بس أنت عندك الأجزاء الاعتهادية والوجوبية وبحكم المحكمة ده موضوع تاني الهيئة بتوفي بكل الانتزامات دي من مواردها على فكرة إحنا ما بناخدش دعم كمان في هذا